أهلاً وسهلاً معكم نورا إن شاء الله اليوم بشرح إحصاء Chapter 2 ما شرحت الintroduction لأنها مو بمعنة لا بالكوز ولا بالمتورم إن شاء الله نبدأ بالRegression line Regression line is a line that best describes the linear relationship between two variables هو أفضل وصف للعلاقة الخطية بين متغيرين اللي هي ال-X وال-Y طب إش هي ال-B node وال-B1 ال-B node is the intercept وال-B1 is the stop هذه مرة مهمة نعرف نفرق بينهم ممكن يجي أمسكيو يعني سهل جداً بس احفظوا بعد ما مثلنا هذه العلاقة معلش نستطيع أقولكم هذه معادلة ال-Regression line Once the equation of the regression line is established we can use it to predict the response Y هذا هو response Y for a specific value of the explanatory variable X هذا هو explanatory variable إذا عطانا بالسؤال explanatory variable عطانا مثلاً 6 أو كذا ندخل بهذه المعادلة بنطلع ال-B node وال-B1 بالبداية والصيغة حقتهم موجودة إن شاء الله قدام نقدر نعرف response Y We can predict the response Y طيب نجي لل-Regression line نفس التعريف اللي قبل هو نفسه بس ضيفين كلمة straight line نجي لل-Example على طول to predict the number of new adult birds that join the colony based on the percent of adult birds that return to the colony from previous year عندنا هذا regression line شفتوا هذا هو هذا ال-Regression line اللي بالأحمر وعندنا هذه الدata if 60% of adult return how many new birds are predicted طيب هو عطانا قدت لكم X value والحين احنا بنسوي predict على ال-Y axis فنشوف 60% it matches مع ال-14 تقريباً ف14 new birds will join the colony طيب نجي لل-Least squares regression line the least squares regression line is the line that makes the sum of squares of the vertical distance of data point from the line as small as possible هي هو الخط اللي يجعل المسافة بين نقاط ال-Data والخط مسافة العمودية نتبهنها مسافة عمودية أصغر ما يمكن من اسمه least as small as possible طيب بيتوضح توقع بالسلاد اللي بعدها بناخذ المثال اوكي اللي هنا عندنا regression line وعندنا هنا بالbeneficiary اللي هي actual data هي النقاط الحقيقية لل-Data فاحنا بنقربها شوفوا لاحظوا انها مسافة عمودية لما توصل لل-Line طيب فالنقاط اللي بالأزرق هي predicted شوفوا predicted Y hat وال observed Y هذه هي النقطة الحقيقية اللي بنفسجي والأزرق اللي هو ال-Predact طيب كيف نعرف هذه المسافة هذه المسافة اسمها residual طيب residual residual زجوال is equal to Y minus Y hat طيب بقول لكم شيء معلومة الحين النقاط اللي تحت الخط هذه وهذه رح يكونون بال-Negative هذا اللي بتكون تحت الخط واللي فوق الخط زي مثلا هذه النقطة رح تكون بال-Positive ليش؟ لأن هذه actual Y بتكون أعلى من ال-Predact Y فبيطلع لنا قيمة موجبة وهنا بيكون العكس ال-Y actual بتكون أقل من ال-Y predicted فبيكون عندنا نقطة بالسالب هنا B1 is the slope B-note is the Y intercept نفس ما قد لكم قبل هذه المعادلة بعد بس ما أدري إيش صغيرة عندي كذا نجي هنا لل-Example عندنا two different regression line طيب ايش المهم هنا نعرف هنا الفرق بين هذه regression lines إن نعكس ال-X وال-Y values شوفوا هنا فبال-Regression line مهم جدا very important to distinguish between the X and Y قبل كنا بال-correlation ما كان يفرق معنا ال-X وال-Y ما كانت مهمة بس هنا جدا مهم بال-Regression line إن نعرف نفرق بين ال-X وال-Y values لأن لما نعكسهم راح تتغير معنا القيام شوفوا هنا لو عكسناها بتتغير مكانهم فبيتغير قراءة كل القيام عندي لشي واحد ما يتغير زي ما قلت لكم correlation correlation coefficient of NEA هذا هو non-exexercise activity in fact R equals minus 0.779 stay same in both cases أصلا ممكن ترى إنه هنا it's negative خطب يعني بيكون نفس السين ونفس القيمة فبال-Regression line أعيد وأكرر ال-X وال-Y مرة مهمين نفرق بينهم إذا عكسناهم راح تتغير القيم بس بال-correlation ما راح يتغير إذا عكسنا ال-Y وال-X هنا عندنا معادلة least-quare regression line هي نفسها معادلة regression line slope زي ما قلت لكم شانا نطلع B1 equal correlation with standard deviation of Y values على standard deviation of X values وال-Intercept اللي هو B-Node Y المين لل-Y هو المين لل-Y values وهذه X-Bar اللي هي المين لل-X values وال-B1 بنكون مطلعين هالي هي the slope واضح طيب هنا عندنا يقول لكم ملاحظة be aware أنه ممكن للحاسبات نفس الشي ممكن يختلف معاك the slope على حسب المكان فأنت أعرف وش تتعامل مع الكالكوليتر حقتك لأنه ممكن تختلف القيم نجي facts about least-quare is a regression line عندنا three facts احفظوها ممكن تجري أمسك أول شي هذه a change of one standard deviation in X corresponds to a change of R standard deviation in Y هذه مشروحة تحت بسؤال لأن هذا الكلام صراحة مواضح هنا يقول لك the third fact the distinction between explanatory and response variable is essential مهم جدا نفرق بين explanatory والresponse اللي هي X وال Y مهم جدا نفرق بينهم فمعطيك لها as a fact فمهم جدا نعرفها طيب نجي هذا example عندنا positive linear relationship between the number of power boats were registered and the number of manatee deaths المانتي هذا هو الحيوان فعندنا المانتي is killed والpower boats طيب هنا عندنا سؤال يقول لك if we were to limit the number of power boats registration to 500,000 what could we expect for the number of manatee deaths يقول لك كم عدد المانتي deaths اللي ممكن نتوقعها إذا كان عندنا 500,000 boats registered فنعوض على طول تعويض مباشر عندنا هنا بالمعادلة موجودة هذه المعادلة already بس شي ننتبه منه لازم أن هل نعوض ب500,000 بالمعادلة لا طبعا مرة غلط بيطلع لنا قيمة غلط ليش هنا عندنا مكتوب in thousand فهو قال لك already هذه القيم in thousand فأنت ما يحتاج تروحين تحطين ثلاث أصفار زياد غلط فهين عوض ب500 زي طيب هنا يقول لك ال y is equal to 62.5 plus 41 equal 21.1 أقرب هل 21 رفلي 21 مانتز إن بيكون دد إذا كان عندنا 500,000 power بو عندنا سؤال هنا يقول Could we use this regression line to protect the number of humanity deaths for a year with 200,000 power boards registration طب يلا خنجرب آه يلا وين الميتين أوكي خلنبرسمها نحط ميتين ويلا نعرف طبعا غلط 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 أو إذا عوضنا هنا بميتين ميتين برضو غلط ليش لأن this is called extrapolation هذا هو عندنا بس out of the range of our data أو over our sample فغلط أنه يبدأ out of the range خنشوف هنا مثال أو التعريف نبدأ أول الاكستراب is the use of the regression line for production far outside the range of our value x used to obtain the line يقول لك دائما such predictions are often not accurate دائما غير صحيحة غير دقيقة ليش خلن نشرح هنا بمثال سارة يقول لك سارة's height was plotted against her age عندنا هنا height وهنا عندنا age in months can you predict her height age at 42 months أوكي والله نقدر نعرف نروح ال42 أوكي 87 makes sense جميل جدا طيب can you predict her height at age 30 years يعني 360 months والله مموجود شوفوا هنا اش سوى راح وكبر regression line وطلع 360 عوض هنا بالمعادلة طلع لولله 209 هل طبيعي انه بيكون طولها 30 لما يكون عمرها 30 سنة بيكون طولها 290 سانتي 209 سانتي لا لانه عندنا هنا بالطول في بداية السنوات يكون النمو سريع جدا بس بعدين يبدأ يبطأ فdoesn't make sense انه يكون طولها 209 اذا صار عمرها 30 فاحيانا العلاقات ما تكون ممثلة على مدى أعلى من القيام اللي عندنا فهنا خلاص وقف عند 65 فخلاص نوقف عند 65 اذا سوينا such thing يعني بيكون عندنا شيء اسموه extrapolation is explained by the least squares regression line of y and x ادل الكلام مرة معقد خنشوفوا الصورة اللي حاطت لكم اول رسم اللي رسمت لكم ايا عندنا هنا 2 ice cream shops الاول اسمه days ice cream مثلا و bees ice cream shop عندنا هنا الجاي يقول لك ان كلمة each topping عندنا تحطوه على ice cream cost 1 dollar بس يعني مهما تسيد من toppings كل topping بيكون 1 dollar طيب فعندنا هنا topping 1 لما نحط 1 بيكون عندنا السعر 1 dollar حق التopping بنحط 2 toppings بيكون 2 dollars فهنا عندنا perfect relationship نقدر نقول هنا البيانات عندنا في التغير في x يفسر 100% من التغيرات في وغير ما في اي فاكتور ثاني يخلي السعر يتغير طيب نجي هنا للمحل المعقد الثاني اللي اسمو bees يقول لك هنا يقول لك nuts 2 dollars chocolate syrup 1 dollar sprinkles 2.5 dollars fruits 3 dollars بقيت مثلا اذا اخترت topping 1 ممكن تختارها ارخص شي chocolate syrup ممكن تختار sprinkles 2.5 فرح يتغير فهنا مثلا لو ما حسبنا الر² طبعا هنا بيانات مش حقيقية فحطت بس قيمة توقعية من الرسم اللي عندنا قلت ان الر² is equal to 0.76 لما حولت هالنسبة تصير 67% او 76% سوري سوري 76% of ice cream price can be explained by the model here اتمنى انها واضحة حاولت اشرحها باسهل طريقة هنا عندنا صور ممكن توضح اكثر لما حسبنا الر² بيطلع 1 فهنا perfect negative relationship actually change x explain 100% of the variation زي ما قلت لكم هنا بس هنا كانت 1 positive يعني هنا قال ignore relationship ليش هنا كل ما غيرنا x نشوف نلاحظ ان y نفسها 5 فهنا العاملين كلهم independent معن بعض فأيقول لك مهما تغيرت the value of x the y stays the same هنا عندنا هذا المثال 76% قال لي وهذا is accurate ممكن يطلع لنا بحسابات هذا غالبا ما رح يطلع معنا لأنه it's a perfect relationship غالبا ما عندنا هذا الشي فهنا نقول لك 76% is explained by the y values فهنا مثلا خلينا أعطيكم سؤال how much of total variation is not described by the regression line فإيش ممكن نسوي هنا نطرح 76% 1 76% لأنه إحنا عندنا الضعب خلينا أرجع لكم بس the coefficient of determination r squared بيكون من 0 إلى 1 the count بالنسبة بيكون من 0 إلى 100 فهمتوا لأنه تذكرون الر count من سالب 1 إلى 1 هنا عندنا r squared فبس بيكون من 0 إلى 1 فعشان كده طرحتها من 1 فصارت مثلا خلينا طرح 1 ناقص 76 رح يصير 0.24 اللي هي 24% is not explained by the regression line عندنا 24% مو مفسرة عندنا بال regression line هنا بعد عندنا scatter blood هنا يقول لكم r 0.09 يعني هذا شي ضعيف جدا the regression model explain not even 10% of the variation in y لا يفسر التغير في y 10% من البيانات أو المodel لا يفسر التغير في y هنا بالr إذا مثلا صارت 0.76 إذا كنت نقول أنها علاقة قوية and it's a positive relationship between two quantitative variables طيب عندنا regression we study the association between two variables in order to explain the values of one from value to another هذا مفضل لكم فهمينا to predict يعني نستخدم regression line to predict the values هنا يقول a regression line is described by straight line can be used to model the relationship نفس ما قلت لكم same what I said to in regression the distinction between response and explanatory is important حتى 1000 مرة وأنا متأكد يا بتجي true and false important essential whatever متأكد يا بتجي true and false يعني يجبو لكم أكثر من دوم لو ممكن يقول لكم اختار الصح يحبون هذي طيب خين نكمل ندخل بالreserval الreserval شرح لكم إياها بشكل بشكل بسيط الحين ندخل بشكل أعمى It's the difference between an observed value of the response variable اللي هو y y axis and the value predicted by the regression line إيش القانون حق الreserval Reserval equal observed y تأكدون انها observed دائما رح ناخذ observed بالبداية لأن إذا عكسنا الأماكن رح يفرق على ناقص predicted y خلنشوف هنا نشوف predicted y وال observed y اللي بالأزرق رح تشوفون ههي predicted observed y اللي هي y الحقيقية الأساسية الموجودة بالداتا فإحنا بنرقيها ونخليها على regression line فال predicted y خلن نرسمها بلون ثاني أوكي أصلنا لهذا لون ثاني فهذه هي الأحمر طيب ال predicted هي الأحمر وال observed هي اللي بالأزرق عندنا نوت مهم هنا يقول لك points below the line هذه كلها points below the line هذا وpoints above the line have positive residual خلنشوف شنون لو طرحناهم لو طرحنا مثلا هذه ثلاثة الأكشو الحقتها مثلا 0.02 ناقص ال predicted 0.05 بتكون minus 0.3 فتكون negative لأنها below the line والقيام above the line will be positive نحن نحن the plot نشوف عندنا هنا بالresidual plot is a scatter plot نوع من أنواع scatter plot of the regression residual بيكون يتكلم عن regression residual against the explanatory variable يعني بياخذ x-axis ويبدل y شوفوا هنا بيبدل y بالresidual بقيام الresidual طلعناها من هذا القانون y نقص y hat اللي هي predicted هذه observed طيب look for random scatter around 0 هذه تقريبا elresidual pattern suggests deviation from a linear relationship دائما elresidual plot سألم عن linear relationship relationship راح نشوف ها قدام سو هنا عندنا زي ما تشوفون below the line عندنا negative residual و above the line عندنا positive residual هنشوف مثلا هذا child اللي هو مكتوب عليه child 18 هنشوف الرزجول حقته فهنشوف من هنا أحسن طيب فهي تقريبا 41 أو 42 طيب هنشوف هنا child 18 راح نشوف انها تقريبا هنا بد تكون يمكن خنقل 60 طيب طبعا هذا approximately وبتكون لو قربناها واخدنا الرزجول حقتها بتكون مثلا خنقل 63 minus 63 راح يطلع لي minus 3 فهي بال negative طب خنشوف هنا نروح child 18 بنشوف ها مع minus 3 تقريبا هذا طبعا المبدقي predicted لانه هنا ما في ارقام واضحة فان it matches مع ال رزجول هذه رزجول بعد ما طلعناها مثلناها بال y axis وال x axis ما غيرنا تأكدوا ان بال رزجول هنا لا هنا هو response variable اكسنا وخليناها residual وال explanatory variable ما غيرنا ابدا عندنا هنا 3 residual الاول والثاني والثالث خنشوف الاول بنشوف ان القيم والله متناسبة و randomly scattered على ال line بتشوف ان عندنا قيم هنا و قيم positive لو مثلناها وش بتصير لو عندنا line sorry اش صار لو عندنا line هنا مثلا هنقول مثلا هذا regression line لو مثلناها ورجعناها بتكون كده تقريبا ف describe a good linear relationship عندنا هنا curved pattern شفتوا هنا بيكون تقريبا curved means the relationship you are looking at is not linear بتكون curved relationship اوكي لو مثلناها زي اللي فوق راح نمثلها بتكون كده تقريبا شوفوا نرسم الخط او ضح بعدين خلن نرسم تحت الخط تقريبا كده بتكون فبتكون curved relationship عندنا هنا a change in variability across plot عندنا هنا لو نلاحظ القيم مرة قليلة عند الصفر قريبة من الصفر بعدين تبدأ تكبر 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 هذا اسمه change in variability طيب هذا هو تقريبا مصطلح change in variability across a plot is a warning sign لما يطلع معنا هذا الشكل شوفوا كذا بتحسون يكبر شوفوا شلون as a warning sign you need to find why it is بيكون لها اسباب and remember the production made in areas of large variability will not be as good ما رح تكون ممتازة يعني او جيدة اذا كان عندنا large variability نسيت اقول لكم شي هنا المين دايما بالرزج وال plot نتبهو بالرزج وال plot the mean اللي هو ال average is always equal to zero دائما المين في الرزر وال plot is zero طيب نجي لل outliers وال influentials an outlier is observation that lies outside the overall pattern of the other observations هي نقاط تقع بعيدة جدا عن data اللي هنا بتكون اللي متجمعة يعني بتكون جدا بعيدة او خارج نطاق ال data اللي عندنا outliers عندنا نوعي من outliers outliers in the y direction و outliers in the x direction هنا عندنا outliers in the y direction وهنا عندنا in the x direction شفونها مرة طويلة وبعيدة جدا تقيم كان مفروض يصير خط مستقيم طيب بعيدة عن y هنا بتكون بعيدة جدا عن x طيب يقول لك outliers in the y direction have large residual ليش لانا لو طرحناها من observe لو طرحناها من predicted راح تعطينا قيم جدا عالية فhave large residual نجي للoutliers in the x direction are often influential for the least regression line ذات تأثير يعني هنا هذه معناها ذات تأثير عالي لل least square regression line meaning that the removal of such point would markedly change the equation of the line إذا شلنا هذه إذا شلنا هذه النقطة راح تغير جدا في معادلة least squares regression line أيضا بتغير correlation عندنا راح تأثر جدا بالcorrelation اللي عندنا عندنا x outliers تأثر بالcorrelation وال least squares regression line اللي اسمعت تقريبا influentials وال y direction راح بيكون عندها large residuals هذه الفرق بينهم مهم جدا نعرف وش y direction outlier وال x direction outlier نشوف هنا لو شلنا هذه زي ما قلت لكم ال outlier اللي بال x direction قبل ما نشيلها بيكون الcorrelation عندنا 11% بعد ما شلناها بيصير 41% فرح راح يقول لك هنا ان هذا التأثير كبير جدا عندنا في squared correlation have an important effect هنا 2 4 6 فمثلا الناس اللي نمون ساعتين بيكون عندهم مثلا هذا الجي بي فمثلا خلسوي كذا طبعا هذا يعني مو بصحيح دائما بس خلنا نقول لكم الشو الحين هنا هل هو سبب الوحيد الارتفاع أو نزول الجي بي هو عدد ساعات النوم لا طبعا في other factors موب included عندنا بالstudy زي ايش مثلا ممكن هذا يغش فعشان كذا معدلة خمسة ممكن هذا عنده مشاكل صحية أو عائلية عشان كذا هو ينام ثمان ساحات باليوم بس معدلة واحد ممكن يصر كذا فthese have an important effect تأثير مهم جدا على relationship among the variables in the study but are not included ننجي لهذا السؤال example a personal trainer want to look at the relationship between numbers of hours per day and the heart rate عطانا المين standard deviation الواي هات اللي هي sorry مو بلو هات المين للواي والstandard deviation حق الواي والار اللي هو correlation حطيها بس بالمعادلة أو لازم نطبق القانون طيب هنا كتبت القوانين وطلعت الحل طلع اللي بي نوت is equal to 86 والبي 0 is minus 1.32 فا I plugged it in the equation y equal موجودة هنا أصلا 68.05 ناقص 1.32 الحين اللي يقدر نحط أي رقم هنا ويطلع لنا الـ prediction طيب اقول لك the equation of the least squares regression line y equal 10 plus 5x what is the value for y for x equal 5 we plug in 5 سهل جدا 5 25 25 plus 10 y بتصير 35 يقول لك if x increases by 1 unit لاحظونا increase by 1 unit فقط what is the corresponding increase in y احنا نعرف اذا زدنا الـ x اكتيد وال-y بتزيد ال-y مرتبطة بالسلاب وال-x ايضا مرتبطة بالسلاب فبتكون بنفس قيمة السلاب so y will increase 5 units طيب شون عرفنا شون اقول لكم يعني 5 units خلن فسرها خلن let's plug x plus 1 اللي هي 5 plus 1 equal to 6 6 5 30 صح 30 زائد 10 في 40 فy equal 40 فالفرق هنا بين الـ 40 والـ 35 وخمسة فهو يبي ال-unit increase by unit فبنقول انه 5 units ما يبي new value لا يبي 5 units what is the intercept for the equation مرة سهل 10 واضحة وصريحة هذا آخر سلايد اليوم ان شاء الله المقطع الجاي بكمل شرح للـ data analysis